بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير كيف حالكم أبنائي وابناتي أتمنى أن تكونوا ومن تحبون بأتم الصحة والعافية معنا اليوم بإذن الله الدراسات الإسلامية قسم الحديث والسيرة وموضوع درسنا لهذا اليوم حسن وتعامله صلى الله عليه وسلم مع أهله ويكون معنا إن شاء الله للسالة والسلام المغينيم مترجم لغة الإشارة شاكرين ومقدرين ما يقومون به من جهود نبدأ كما نبدأ دوما أبنائي وابناتي بدعاء الله عز وجل ونقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا إلى الماء لو أردنا أن نعرف عناصر درسنا لهذا اليوم سوف نبدأ بمراجعة الدرس السابق ومن ثم نقرأ الحديث الشريف ومعاني الكلمات وكذلك نترجم لراوي الحديث وسوف نتكلم عن فوائد الحديث وحل النشاط والتقويم بإذن الله نبدأ أولا باستذكار ما أخذناه في الدروس السابقة أولا قلنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته كان للنبي صلى الله عليه وسلم والله بايد وجل قال عليه الصلاة والسلام كم كان له من الأبناء وكم كان له من البنات من يستطيع منكم أن يجيب أحسنتم كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبناء ورائعون وأربع بنات وأربع بنات من يستطيع كذلك منكم أن يأتي بأسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أحسنتم القاسم و رائعون عبد الله وكذلك إبراهيم رضي الله عنهم جميعا ابناء النبي القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم جميعا والبنات من يستطيع أن يعرف زينب حسنتم وكذلك رقية وأم كثوم وكذلك فاطمة رضي الله عنهن جميعا فهنا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبناء وأربع بنات الأبناء هم القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم جميعا والبنات هن زينب ورقية وأم كثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا وكذلك تحدثنا عن حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أهل بيت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لهم حقوق علينا ما هذه الحقوق من منكم يعرف أحسنتم طبعا محبتهم والدعاء لهم والإحسان إليهم والترضي عنهم عند ذكرهم هذه حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم والدعاء لهم والإحسان إليهم والترضي عنهم وقلنا لماذا نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف الإجابة طبعا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ونحن نحب من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أحسنتم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصان بهم وكذلك رائعون ولأن الله عز وجل جعل زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات لنا فحقوق أهل بيت النبي يجب علينا أن نحبهم وأن ندعو لهم وأن نحسن إليهم ونترضى عنهم لماذا لأن النبي يحبهم ونحن نحب من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصان بهم وكذلك لأن الله عز وجل جعل زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات أمهات لنا وكذلك تحدثنا عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أولاده طبعاً قلنا كان رحيماً بأولاده ومحباً لهم وتحدثنا عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته من يستطيع منكم أن يأتي بالإجابة قلنا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بحسنتهم بالعدل بينهم وكذلك الوفاء وحفظ الود ومدحهن والثناء عليهم وكذلك خدمتهم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته بهذه الطريقة بأن يعدل بينهم ويمدحهن ويثني عليهم وكذلك الوفاء وحفظ الود وخدمتهم بعد أن راجعنا ما تم أخذه في الدروس السابقة ننتقل إلى درسنا لهذا اليوم حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهله نفتح صفحة 88 في التمهيد أحمد يحب أن يساعد أهله ويلبي طلباتهم وعبد الله يتضايق من طلبات أهله ويتكاسل عن تنفيذها الآن ما رأيكم أي الأثنين على صواب أحمد أم عبد الله أحسنتم طبعا أحمد هو الذي يساعد أهله ويلبي طلباتهم هو الذي على صواب ونجد إن شاء الله الحل أو الجواب في الحديث الآتي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وسئلت عائشة رضي الله عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزاك الله خير اللي قلت عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وفي الحديث الثاني لما سئلت عائشة رضي الله عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة معاني المفردات لهذا لهذين الحديثين أولا خيركم أي من خير المسلمين وأفضلهم خيركم أي من خير المسلمين وأفضلهم الذي يتعامل مع أهلي بهذه الطريقة وخيركم لأهله أي هو من يكون حسن التعامل مع أهله مؤديا لحقوقهم والأهل يشمل الوالدين والزوجة والأولاد والإخوة والأخوات خيركم لأهله أي هو من يكون حسن التعامل مع أهله مؤديا لحقوقهم والأهل كلمة الأهل تشمل الوالدين والزوجة والأولاد وكذلك الإخوة والأخوات وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهلي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله مهنة أهله المقصود بها خدمة أهله فهو صلى الله عليه وسلم يقوم بشون نفسه ويخدم أهله لو انتقلنا الآن إلى التعريف براوية الحديث رضي الله عنهما طبعا نسبها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مسلم ومن صفاتها كانت رضي الله عنها مشهورة بالذكاء وقوة الحفظ راوية الحديث هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مسلم ومن أهم صفاتها أنها كانت مشهورة بالذكاء وقوة الحفظ ننتقل الآن إلى فوائد الحديث ذكر لنا في أول فائدة قال أن أهل بيتك أهل بيتك هم أقرب الناس إليك وأكثرهم فضلا عليك فعاملهم بالمعاملة الحسنة لتنال الأجر والثواب أهل بيت الإنسان هم أقرب الناس لك وهم أحق بالناس بأن تتعامل معهم بمعاملة حسنة أما أن تكون المعاملة في البيت سيئة وفي الخارج حسنة هذا لا يصح لا بد أن يكون الإنسان في بيته حسن التعامل مع أهله أهل بيتك هم أقرب الناس إليك وأكثرهم فضلا عليك فعاملهم بالمعاملة الحسنة لتنال الأجر والثواب ثاني فائدة النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا فكان يحب أهله ويعاملهم بالرفق ويلاطفهم ويعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقتدي بالنبي في كل أفعاله فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عند أهله فيجب علينا كذلك نحن أن نكون أحسن الناس عند أهلنا وأن نخدمهم وأن نعاملهم برفق ثالثا أحرص على خدمة أهلي وقضاء حاجاتهم ورابعا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الصلاة بعد سماع الأذان كما أخبرتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول لما سئلت عائشة أو قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة فنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أن نختم أهلنا وأن نطيعهم وأن نتعامل معهم بلطف وأن نحسن تعاملهم وكذلك إذا سمعنا الأذان دائما أقول إذا سمعت الأذان دع ما في يدك فالأذان يقول الله أكبر أي أن الله أكبر من كل شيء ندع كل شيء ونتوجه إلى المسجد لو انتقلنا إلى نشاط رقم واحد الآن في صفحة 89 ذكرنا وقال خدمة الأهل من الأعمال المشتركة وتختلف من شخص لآخر فالأم لها أدوارها والأب كذلك له أدواره والأخ له أدواره والأخت لها كذلك أدوارها بالتعاون مع أسرتك الآن سجل ثلاثة من الأدوار والمهام التي يمكن أن تقوم بها خدمة لأهلك ما الأعمال التي تستطيع أن تقدم فيها خدمة لأهلك أولا أهتم بإخوتي الصغار هذه خدمة عظيمة قدمتها لأهلك أجزاك الله خير أهتم بإخوتي الصغار وكذلك أقوم بشراء ما يحتاجونه من أغراض وكذلك من الأمور التي تستطيع أن تقوم بها لخدمة أهلك هو أن أساعدهم بتنظيف غرفتي والاهتمام بنظافة ما حولي فهذه ثلاثة أمور تستطيع أن تقوم بها خدمة لأهلك أن تهتم بإخوانك الصغار وكذلك تقوم بالشراء ما يحتاجونه من أغراض وكذلك تساعدهم في تنظيف غرفتك وتنظيف ما حولك أتمنى بناي وبناتي أن نكتب الإجابات بخط جميل شكرا لسفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك اعمال اخرى تجعلك من خير المسلمين اذكر واحدا منها اعمال تجعلك من خير المسلمين من يستطيع منكم ان يأتي لي بعمل واحد يجعلك من خير المسلمين اوصان به النبي و اوصان به الله عز وجل ما هو هذا العمل احسنتم حسن الخلق حسن الخلق هذه من الأعمال التي تجعلك بذن الله من خير المسلمين نكتب كذلك ابناء و بناتي الاجابة في النشاط الثاني صفحة تسعين ننتقل الآن بناء و بناتي نتعلم لنعمل دائما انا اخبرتكم ان اذا تعلمنا امر فلابد علينا من ان نعمل بهذا الامر الان تعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم اتعمل مع اهله فهنا يجب علينا ان نعمل و ان نساعد ابا انا هنا مذكور طبعا اساعد ابي في شراء احتياجات المنزل و كذلك اساعد امي في اعمال المنزل و كلا العملين عملين رائعين اذا ساعدت اباك في شراء حاجيات المنزل و كذلك اذا ساعدت امك في اعمال المنزل لان رضا الله عز وجل من رضا الوالدين فبعملك هذا و بمساعدتك لهم سوف تكون ارضيتهم و ارضيت الله عز وجل ننتقل الآن الى التقويم صفحة 90 كذلك السؤال الاول اكمل الفراغات الاتية بما يناسب معنى خيركم لأهله اي احسنتم اي يكون حسن التعامل مع اهله مؤديا لحقوقهم هذا معنى خيركم لأهله فيبا الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله فقد كان يعاملهم ب احسنتم بالرفق و كذلك ويلاطفهم و يعلمهم و يساعدهم في جيم من صفات عائشة رضي الله عنهما أنها كانت احسنتم ذكية و قوية الحف و قوية الحف نكتب اجابات السؤال الاول الف معنى خيركم لأهله اي يكون حسن التعامل مع اهله مؤديا لحقوقهم فيبا الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله فقد كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالرفق و يلاطفهم و يعلمهم و يساعدهم و من صفات عائشة رضي الله عنها أنها كانت احسنتم ذكية و قوية الحف نكتب بهدوه و بخط جميل ابنائي و بناتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتمنى ابنائي و بناتي أن نكون قد كتبنا إجابة السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني و يعلل في ألف أهلي أو للناس بحسن تعاملي لماذا أهلك حق الناس بحسن تعاملك أو ما هو السبب الذي تراه أن أهلك أو للناس بحسن تعاملك تعاملك أحسنتم طبعا لأن لأنهم أقرب الناس إلي وأكثرهم فضلا علي بعد الله خيركم لأهله لأن هلكم أقرب الناس إليك وأكثرهم فضلا عليك بعد الله عز وجل و هنا كما أخبر الله الجزاء الإحسان إلا الإحسان لابد أنت بما أنهم لهم فضل عليك لابد كذلك بأن تكون أنت كذلك تحسن أو تقدم لهم بعض الشيء لأنهم أقرب الناس إلي وأكثرهم فضلا علي بعد الله في باء إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ترك خدمة أهله و خرج إلى الصلاة لماذا أحسنتم لأهمية الصلاة و عظم شأنها لأهمية الصلاة و عظم شأنها فالنبي عليه صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله و مع أهله حتى يسمع الأذان ثم بعد ذلك يخرج إلى الصلاة و نحن كذلك يجب علينا أن نقتدي بالنبي عليه صلى الله عليه وسلم و نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام نساعد أهلنا و نكون معهم ولكن إذا سمعنا الأذان فالله أكبر من كل شيء نذهب إلى المسجد و هذا الأمر أن ذهابك إلى المسجد سوف يفرح أهلك أبوك و أمك سوف يفرحون باهتمامك بالصلاة كذلك نكتب أبنائي و بناتي الإجابات بهدوء و بخط جميل شكرا لك اشتركوا في القناة كذلك أن تكونوا قد كتبتم إجابة السؤال الثاني ختاماً أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا نختم كما نختم دوماً أبنائي وبناتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وصل للهما وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء